أثرا بعد عين أصبح حال عدة مناطق عسكرية تابعة لجبهة النصرة بحي المهندسين بريف حلب الغربي أبا محمد الجولاني قائد جبهة النصرة يوجه رسالة مسجلة يحذر فيها الفصائل من استغلال التحالف الدولي لظلم تنظيم الدولة الإسلامية والخضوع لمطالب الغرب الطيران التابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يشن غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في محافظتي الرقة وحلب مدينة تل أبيض في محافظة الرقة تتعرض للقصف بطيران التحالف لتشتعل النيران داخل مدرسة عين العروس التي يتخذها تنظيم الدولة مقرا له حسب ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان وفي سياق متصل استهدفت غارات النظام السوري مصفة أولية للنفط تعود لأحد أهالي المدينة القريبة من الحدود التركية ثم شنت طيران الدولي غارات أخرى استهدفت مبنى القصر العدلي في المدينة وهو مقر حوله تنظيم الدولة إلى سجن معمل غاز كونيكو الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية بالريف الشرقي لدير الزور وهو أكبر معمل للغاز في سوريا يتحول إلى كرة من اللهب جراء قصفه من قبل طائرات التحالف الدولي حيث يهز السبب في ذلك إلى دفع أفراد تنظيم الدولة بالخروج منه الدمار الواسع في مصاف النفط البنائية المبلوكة لأهالي المناطق المستهدفة يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الوقود ضربات التحالف الدولي في الأيام الأخيرة على منشآت نفط وغاز يسيطر عليها التنظيم في مسعى لتشفيف منابع تمويله يأتي في ظل التصريحات التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة أوباما في مقابلة تلفزيونية أجرام شبكة سي بي أس نيوز قائلا بأن واشنطن تعترف اليوم بأنها أساءت تقدير خطورة الوضع المتأزم في سوريا ولم تتوقع ظهور جماعات جهادية كتنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش أنس الشريف اليرموك